بسم الله الرحمن الرحيم والشبه المنحرف كذلك خصائص وإنشاء ثالثا تعرف قاعدتي حساب محيط ومساحة كل منه المعين ومتوازي الأضلاع والشبه المنحرف فلنبدأ على بركة الله دائما ما نبدأ حصتنا بتذكير متعلمين بمكتسباتهم السابقة فيما يخص التعامد والتوازين لاحظوا المتعلم المستقيمين M و L في كل حالة من الحالات التالية الحالة الأولى يتقاطعان في نقطة لاحظ أنه في نقطة التقاطع يتكون لنا زوايا قائمة 8 زوايا قائمة 4 زوايا قائمة فنقول المستقيمين M و L يتقاطعان في نقطة A ويكونان 4 زوايا قائمة وبالتالي نقول أنهما مستقيمان متعامدان نأتي إلى الحالة الثانية من المستقيمين M و L ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنهما يتقاطعان في النقطة لكن هل يكونان زوايا قائمة؟ نلاحظ هنا أنهما لا يكونان زوايا قائمة إذن هل نقول أنهما مستقيمان متعامدا؟ لا فقط سوف نقول أنهما مستقيمان متقاطعا في النقطة A الآن سوف نمر إلى الحالة الثالثة بالنسبة لـ M و L فنلاحظ هل يتقاطعان؟ لا نظركم هل هذان أو هذين المستقيمين سوف يلتقيان؟ لن يلتقيان كيف هما هذان المستقيمان؟ نلاحظ أنهما مستقيمان متقابلا نعم إذا قمنا برسم مستقيم عمودي مثلا على المستقيم L هل سوف يكون عمودي على المستقيم M؟ أم لا؟ إذن قمنا برسم مستقيم عمودي على المستقيم L و سوف نرى هل سوف يكون عموديا كذلك على المستقيم M؟ نعم كذلك يكون لنا زاوية قائمة أو نقول مستقيم عمودي على المستقيم M وبذلك نقول أن المستقيم M و L هما مستقيمان متقابلا لا يلتقيان وكذلك عموديا على نفس المستقيم ونكتب المستقيم M و L متقابلا غير متقطعين يعني أنهما لن يلتقي ولا يلتقيان أبدا كذلك عموديا على نفس المستقيم M إذن هنا بل نحن نتكلم عن المستقيمان المتوازيان ونكتب وكخلاص لهذا التذكير نقول أن المستقيمان المتعمدان هما كل مستقيمين يتقاطعان في نقطة ويكونان أربع زاوية قائمة مستقيمان متقاطعان يتقاطعان في نقطة لكن لا يكونان زاوية قائمة والمستقيمان المتوازيان هما كل مستقيمين متقابلين غير متقيين أو غير متقاطعين وعموديان على نفس المستقيم سؤال هو هل يوجد أشكال هندسية سبق وأن تعرفنا عليها نجد فيها مستقيمان متوازيان أو ضلعين متوازيين أو متقابلين نعم المربع له أربعة أضلاع كل ضلعين متقابلين فهما متوازيان كذلك المستقيم ضلعان كبيران متقابلان ومتوازيان وضلعان صغيران كذلك متقابلان ومتوازيان متوازي الأضلاع ضلعان كبيران متقابلان ومتوازيان وضلعان صغيران متقابلان ومتوازيان لدينا المعين كذلك ضلعان متقابلان وكل ضلعين متقابلين فهما متوازيان نبدأ حصتنا بأولى الأهداف خصائص المعين ومتوازي الأضلع وكذلك الشبه المنحرف أولا سوف أبدأ بالمعين مع متوازي الأضلع فيما يخص الأضلع سوف ندرس قياس أو تقايص أضلع كل من المعين ومتوازي الأضلع استعمال البركار فنرى قياس الضلع الأول يقايس الضلع الثاني يقايس الضلع الثالث يقايس الضلع الرابع إذن نقول أن المعين له أربعة أضلع متقايسة نوزلها بالرمز التقايس هذا الضلع يقايس هذا الضلع يقايس هذا الضلع يقايس هذا الضلع فنقول أربعة أضلع متقايسة ونكتب نمر إلى متوازي الأضلع كذلك سوف أستعمل البركار ويمكن أن نستعمل المصطرة البركار يكون أسهل إذن نأخذ قياس الضلع الكبير وأقارنه مع الضلع الذي يقابله فنجد أنهما متقايسا لكن هل يقايس الضلع الآخر؟ لا إذن نقول ضلعان كبيرا متقابلا ومتقايسا سوف نأخذ قياس الضلعان نجد هنا لدينا الضلعان الصغيران متقابلا ومتقايسا يمكننا أن نزلهم بهذا الرمز ونكتب هذا فيما يخص تقايس الأضلع فيما يخص توازي الأضلع فنجد أن كل ضلعان متقابلا فهم ماذا؟ متوازيان نفس الشيء هنا بالنسبة لمتوازي الأضلع الضلعان الصغيرين متقابلا ومتوازيان والضلع الكبيران كذلك متقابلا ومتوازيان فنختصر كل ذلك ونقول أن أضلع المعين ومتوازي الأضلع كل ضلعين فيهما متقابلا فهما متوازيان ومتقايسا ونكتب نتطرق الآن إلى دراسة زوايا كل الميناء المعين ومتوازي الأضلع نجد أن زوايا المعين كما نلاحظ هنا أن هذه الزاويا غير قائمة هذه الزاويا كذلك غير قائمة هذه الزاويا غير قائمة والزاويا الرابعة كذلك غير قائمة ونقول أن زوايا المعين غير قائمة نمر الآن إلى متوازي الأضلاع كذلك يحتوي على أربعة زوايا وسوف نرى هل هي قائمة أم لا إذن هنا نلاحظ أنها ليست زاويا قائمة نفس الشيء كذلك هنا ليست زاويا قائمة الزاوية الثالثة غير قائمة والزاوية الأخيرة أو الرابعة غير قائمة وهما يتشكر كان في قصية واحدة وهي أن لهم أربع زوايا غير قائمة ونكتب هنا نلاحظ أن كل ضلعين متقابلين متوازين ومتقيسين سوف نرى هل ما ينطبق مع الضلعين ينطبق مع الزاوية أم لا إذن سوف نأخذ مثلا هذه الزاوية ونرى قياسها ونبدأ من السفر ونجد هنا 110 درجات ونكتب 110 درجات سوف نرى الزاوية التي تقابلها هل لها نفس القياس أم لا إذن مركز المنقلة على الرأس التدريجة تتطابق مع الخط ونبدأ من السفر فنجد هنا كذلك 110 هنا أيضا لدينا 110 نقول أن لدينا هنا الزاويتين متقابلتان متقايستان سوف نرى الزاوية الأخرى نبدأ من السفر هنا لدينا 70 درجة سوف نرى كذلك الزاوية المقابلة لها كذلك لدينا هنا 70 درجة إذن هنا 70 درجة وهنا كذلك 70 درجة إذن نقول بالنسبة للمعين أن كل زاويتين متقابلتين فهما متقايستان سوف نرى هل سينطبق ذلك مع متوازي الأطلاع إذن لدينا هنا 60 درجة سوف نرى الزاوية التي تقابله كذلك 60 درجة إذن هذه الزاوية تقاييس هذه الزاوية هنا 60 درجة كذلك هنا 60 درجة إذن هنا نجد 120 درجة والجهة الأخرى كذلك نجد 120 درجة هنا 120 درجة وهذه الزاوية 120 درجة ونقوله كل زاويتين متقابلتين فهما أيضا متقايستان ونكتب الآن نمر إلى خاصية القطران إذن بالنسبة للمعين نلاحظ أن القطران متعامدان بالنسبة للمتوازي الأطلاع نرى أن القطران غير متعامدين ويمكن التأكد باستعمال الكوس أو المزوات ونكتب إذن القطران بالنسبة للمعين متعامدان والنسبة للمتوازي الأطلاع غير متعامدين بالنسبة لتقاييسي القطران إذن لدي قياس هذا القطر لا يقايس قياس القطر التاني بلنسبة لمتوازي الأطلاع قياس هذا القطر كذلك لا يقايس القطر الآخر فنقول أن القطران غير متقايسين بالنسبة لهما معا ونكتب سوف نرى هل القطران محوراني للتماثل قمت بنسخ هذا الشكل على الأنسوخ فنقوم بالطيل وصرى هل القطر الأول هو محور للتماثل أم لا إذن نلاحظ هنا أن شكلان يتطابقان عند الطي وبالتالي القطر الكبير فهو محور للتماثل سوف نرى الآن القطر الصغير هل هو كذلك محور للتماثل نعم الشكلان تطابقى عند الطي بالنسبة للقطر الصغير فنقول أن القطران هما محوراني للتماثل بالنسبة للمعين ونكتب قمت بنسخي الشكل متوازي الأطلاع على الأنسوخ وقمت بالطي على مستوى القطر الأول فوجدت أن الجزء الأول من الشكل لا يتطابق مع الجزء الثاني من الشكل وبالتالي القطر ليس محور للتماثل إذن كذلك ومثال على مستوى القطر الثاني نفس الشيء الشكل لا يتطابقان والقطر ليس محور للتماثل وبالتالي نقول القطران لا يمثلان محور للتماثل بالنسبة لمتوازي الأطلاع ونكتب دائما مع القطران إذن قلنا بأن القطران متعامدان متعامدان يعني أنهما يتقاطعان في نقطة إذن بالضبط أين يتقاطعان سوف نستعمل البركار لقياس الجزءين الخاصين بالقطران فنرى أن هنا هذا الجزء يقايس هذا الجزء يعني أن هذا القطر قام بتقسيمي أو تجزيئي القطر الآخر إلى نصفين متساوية نقول هنا قاطع القطر الأول القطر الثاني في المنتصف نفس الشيء سوف نرى قياس القطر الثاني هنا الأول من القطر يقايس الجزء الثاني من القطر كذلك القطر الثاني قام بتجزيئي أو تقسيمه إلى جزئين متساويين فنقول أن القطران يتقاطعان في المنتصف إذن رمز التقايس هذا الجزء يقايس هذا الجزء وهذا الجزء يقايس هذا الجزء وهما يتقاطعان في المنتصف القطران متعامدان في المنتصف سوف نرى هنا بالنسبة لمتوازي الأضلاح هل ينطبق عليه نفس الشيء إذن هذا الجزء كذلك يقايز هذا الجزء وهنا كذلك نفس الشيء إذن هنا قطران متعامدان في منتصفهما وهنا قطران يتقابعان في منتصفهما إذن غير متعامدين لكنهما يتقابعان إذن كخلاصة نقول المعين من أسرة متوازيات الأضلاح له أربعة أضلاح متقايسة كل ضلعين متقابلين فيه متوازيان ومتقايسان له أربعة زوايا غير قائمة كل زاويتين متقابلتين فهما متقايسة لهما نفس القياس القطران متعامدان في المتصف غير متقايسين ويمتلان وراه التماثل متوازي الأضلاح له أربعة أضلاح كل ضلعين متقابلين فهما متوازيان ومتقايسان زواياه الأربع غير قائمة لكن كل زاويتين متقابلتين لهما نفس القياس القطران غير متعامدان لكنهما يتقاطعان في المتصف فيكون هذا الجزء يقايس هذا الجزء وهذا الجزء يقايس هذا الجزء والقطران غير متقايسان يعني هذا القطر ليس له قياس هذا القطر وكذلك قطره لا يمثلان محور للتماثل الآن سوف نتطرق إلى مجموع قياسات سوايا كل من المعين ومتوازي الأضلاح سوف نستعمل نفس المعين ونفس متوازي الأضلاح تعملناه في النشط الأول لدينا 60 درجة زائد 60 درجة ثم 120 درجة زائد 120 درجة تساوي إذا 120 زائد 140 زائد 140 زائد 00 زائد 2 زائد 4 زائد 6 1 زائد 2 360 درجة هي مجموع قياسات زوايا متوازي الأضلاح الآن سوف نمره للمعين نكتب قياسات كل زاويتين متقابلتين متقايستين هم لدينا 110 درجات زائد 110 درجات زائد 70 درجة زائد 70 درجة تساوي 110 زائد 110 دا لدينا الصفر 1 زائد 1 2 1 زائد 1 2 22 زائد 70 كذلك الصفر 7 7 4 هي 140 تساوي 0 زائد 0 0 2 زائد 4 6 2 زائد 1 3 تساوي كذلك 360 وبذلك نستنتج أن قياسات زوايا الربعيات الاعتيادية أو متوزيات الأضلاح ساوي 360 درجة ننتقل إلى الجزء الثاني من الهدف الأول وهو الإنشاء بإنشاء المعين المعين ننشئه اعتمادا على 3 طرق قياس القطرين لقياسات الأضلاح لقياسات الزوايا نبدأ بإنشاء معين اعتمادا على قياس القطرين أرسل معينا EFGH قطره FH 8 سنتيمتر و EG تساوي 10 سنتيمتر قبل أن نبدأ الإنشاء يجب أن نستحضر خاصية القطرين بالنسبة للمعين كيف هم قطر المعين؟ متعامدان ويتقاطعان في منتصفهما وغير متقايسان أولا سوف ننشئ القطر EG يساوي 10 سنتيمتر إذن من 0 إلى 10 هذا يسمى EG القطر الآخر يمر من منتصف أو يتقاطعان أو متعامدان في منتصفهما إذن كي نرسم المنتصف لدينا طريقتان الطريقة الأولى إما أن نحدد المنتصف اعتمادا على المصطرة فنقول ما هو منتصف 10 إذن منتصف 10 هو 5 ونحدد مكان التقاطع أو مكان التعامد مع القطر الثاني ثم بعد ذلك سوف نرسم عمودي على القطر الأول جهه ناحية المنتصف ثم نسمم هنا باستعمال المصطرة لدينا FG 8 سنتيمتر إذن ما هو منتصف 8 منتصف 8 هو 4 ونضع 4 للقطر الأول بعد ذلك نرسم القطر الثاني بحيث يكون لدينا هنا 4 سنتيمتر وهنا 4 سنتيمتر ونصل بخط بين الرقوس وبالتالي يكون لدينا قطران متعامدان في المنتصف E F G H هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية سوف نستعمل البركار لتحديد منتصف القطر E G سوف نقوم بأخذ قياس أكبر من المنتصف أو في حدود قياس E وال G إذن نرسم قوس في الجهتين ثم بعد ذلك نضع الإبرة على الرأس القطر ونرسم قوس في الاتجاه الآخر ومكان التقاطل سوف يحدد لي منتصف القطر E G لدينا 8 سنتيمتر إذن منتصف 8 أو نصف 8 هي 4 وأصل من 0 إلى 8 بحيث يكون لدينا هنا 4 سنتيمتر وهنا 4 سنتيمتر ونصل بخط لذلك نكون قد حصلنا على معين E F G H قطره متعامدان يتقاطعان في المنتصف E F G H سوف نرسم معين A B C D بحيث قياس دلعي A B يساوي 9 سنتيمتر إذن سوف نرسم A B 9 سنتيمتر من 0 إلى 9 A B أحد الأضلاع ونستحضر الخاصية قياسات أضلاع المعين متقائسة يعني لها نفس القياس نستعمل هنا البركار فنأخذ قياس الضلع A B فنرسم هنا قوس ونصل بخط تحدد لنا قياس الزاوية سوف نستعمل في هذه الحالة المنقلة لدينا الضلع الثاني كذلك سوف نستعمل البركار نحتفظ بنفس القياس وهو 9 سنتيمتر ونرسم قوس أو نحدد قوس ونضع الرأس الإبرة على رأس الضلع الآخر ومكان تتقاطع القوسين هو الرأس الرابع بالنسبة للمعين ونرسم أو نصله بخط ونحصل على معين A B C و D جميع أضلاعه متقائسة لنتأكد نستعمل المسترة إذا لدينا هنا 9 سنتيمتر هنا كذلك 9 سنتيمتر وهنا 9 سنتيمتر الآن سوف نمر لإنشاء معين E G K L بحيث E G تساوي 8 سنتيمتر زاوية E تساوي 80 درجة إذن هنا كذلك نستحضر خاصية المتعلقة بزوايا المعين كل زاويتين متقابلتين فهما متقائستين أول شيء نرسم الدرع E G 8 سنتيمتر 80 درجة خصو الزاوية E إذن يجب علينا أن نضع مركز المنقلة على رأس الزاوية E والتدريجة السفر تتطابق لي مع الضلح سب ابتداء من السفر السفر 10 23 45 60 70 80 إذن ونضع هنا النقطة بعد ذلك سوف يتمم رسم الضلح الزلح الآخر يمر من E ومن النقطة ويكون قياسه 8 سنتيمتر لأن جميع أضلاع المعين فهي متقائسة إذن نبدأ كذلك من السفر فنمر من النقطة التي رسمنا إلى حدود 8 سنتيمتر نضع البركار على الضلح كي نأخذ قياس الضلح الذي هو 8 سنتيمتر فنضع الإبرة على الرأس ونرسم قوس نحتفظ بنفس القياس على البركار فنضع الإبرة في اتجاه الآخر وكذلك نرسم القوس الآخر مكان التقاطع القوسين هو النقطة ونتمم الرسم نرسم معين الجميع أضلاعه متقايسة يمكن المتعلم تأكد باستعمال مصطرة أن جميع قياسات تساوي 8 سنتيمتر وكذلك سوف نتأكد باستعمال المنقلة من تقايس الزوايا بحيث أن كل الزاويتين متقابلتين يجب أن يكون متقايستين إذن هنا لدينا 80 درجة إذن يجب أن نتأكد فعلا أن قياس الزاوية المقابلة لها تساوي 80 درجة وبالتالي الزاوية المقابلة لها 80 درجة الآن مع إنشاء متوازي الأضلاع كذلك اعتمادا على قياسات قطره وقياسات أضلاعه وكذلك قياسات أو أحد قياس زواياه أرسم متوازي الأضلاع A, B, C, D قطره يتقاطعان في O بحيث A, C تساوي 9 سنتيمتر وبالتالي تساوي 6 سنتيمتر هنا نستحض الخاصية الخاصة بقطره توازي الأضلاع قطره يتقاطعان في منتصفهما وغير متعامدين وغير متقيسين إذن نرسم القطر الأول A, C تساوي 9 سنتيمتر إذن من صفر إلى 9 القطر الأول اسمه A, C القطر الثاني 6 سنتيمتر إذن لدينا طريقتين طريقة الأولى ستعملوه البركار تحديد منتصف A, C إذن نأخذ قياس A, C أو أقل منه كي نحدد المنتصف فنرسم قوسين ثم بعد ذلك الاتجاه الآخر إذن الآن تقاطع الأقواز حدد لنا المنتصف فنحدد المنتصف بعد ذلك سوف نرسم القطر بالدي 6 سنتيمتر لكنه ليس عمودياً مع القطر الأول إذن منتصف أو نصف 6 سنتيمتر هي 3 سنتيمتر إذن سوف نضع تدريج 3 على نقطة المنتصف ونرسم من 0 إلى 6 بحيث هنا يكون لدينا 3 سنتيمتر وهنا كذلك يكون لدينا 3 سنتيمتر B, D ونرسم وبالتالي نكون قد حصلنا على متوازي الأضلاع A, B, C, D قطره يتقاطعان في منتصفهما الآن سوف نمر إلى إنشاء متوازي الأضلاع E, F, G, H ونحدد عليه النقطة H نأخذ البركار ونحدد قياس E, H بحيث أن الخاصية تقول أن كل ضلعين متقابلين فهما متقايسان نحدد هنا القوس ثم بعد ذلك نأخذ قياس الضلع الثاني أو الضلع الكبير بحيث الضلع الذي يقابله يقايسه ويوازيه ونرسم وتقاطع يحدد لنقطة أو الرأس الرابع لمتوازي الأضلاع ونصل بخط وبالتالي نكون قد حصلنا على متوازي الأضلاع E, F, G, H كل ضلعان متقابلين فهما متقايسان إذن أرسم متوازي الأضلاع E, J, K, L بحيث E, J تساوي 7 سنتيمتر والزاوية E تساوي 70 درجة و E, L يساوي 5 سنتيمتر إذن لدينا هنا قياسين قياس ضلعي متوازي الأضلاع وكذلك قياس الزاوية نستحضر الخاصية كل ضلعان متقابلان متقايسان ومتوازيان وكل زاويتين متقابلتين فهما كذلك متقايستان إذن أول شيء سوف نرسم E, J 7 سنتيمتر E وال J بعد ذلك سوف نحدد قياس الزاوية E 70 درجة باستعمال من قلة إذن نضع الرأس نضع المركز على الرأس التدريجة السفر تتطابق لي مع الخط E, J ونبدأ من سفر درجة ونحسب إذن 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70 وأضع النقطة هنا ثم بعد ذلك الآن حددت قياس الزاوية 70 درجة بقي لي أن أحدد قياس E L وهو 5 سنتيمتر إذن سوف أستعمل النسطرة نرسم 5 سنتيمتر وتكون موجهة حول النقطة التي حددنا بها قياس الزاوية فنرسم 5 سنتيمتر ونحدد هنا النقطة L نأخذ البركار قياس الضلع الكبير وقلنا أن الضلع الذي يقابله يقعيسه إذن فأضع الرأس هنا وأرسم قوس ثم بعد ذلك أخذ قياس الضلع الصغير قلنا أن الضلع الصغير الضلع الذي يقابله كذلك يقايسه فأضع الإبرة البركار ونرسم القوس الثاني نقطة التقاطع هي النقطة K ونرسم نصل بخط ثم كذلك نصل بخط كي نتأكد من أن رسم أو الإنشاء لدينا صحيح قلنا أن كل زاويتين متقابلتين فهما متقايسة إذن سوف نتأكد باستعمال نلقاكم مع الجزء الثاني إلى حينها نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته